أما أقدم إيه؟ إقرار وديهم فلوس بالزيادة. غلط وديهم فلوس بالزيادة. ماشي يعني مثلا مفروض صافي الدخل بتاعه أو صافي الرحي بتاعه 80 هو 120. ما أن الصافي كم؟ 80. أو حالة تانية هو الصافي بتاعه 80 ألف. بس ما جاءه بعت الوقت حموكشة السكرتير بعته ب 82 ألف. في حموكشة المفروض يعمل مشوارين. 80 للضرائب وألفين هيشتري بهم بضعة. قام حموكشة لها بل فيهم غلط. وقام رح للموظف الضرائب قال لهم. 82 ألف من المعلم بعتهم لهم. وقام تديروا ال 82 كلهم. يبقى ندفع مبلغ زائد. زيادة عن المستحق. زيادة عن المستحق. ماذا رأيكم نعمل ايه؟ رحبوا يا جباة معايا بالدروب شاد يعظم. كسطورة هوي جليزي. نحن نفهم ازاي مصر من زمان قوي. من ايام الاحتلال كنا ماشيين ازاي في الضرائب. وايام ما كانت مصر محتلة من الاحتلال الانجليزي. تمام؟. ولغاية ما وصلنا ان احنا اخدنا سيادتنا. وبعندنا دولة وبعندنا قانون وبعندنا سيستم. وبعين احنا اللي نعرف نفر الضرائب. يعني كان في يوم من الايام مصر كان عليها ديون. وكانوا بتحكموا في قناة السويس. وكان حاجة اسمها في الامتيازات الاجنبية. لدرجة انك مكنتش تعرف تاخد قرار سياسي. ولا قرار اقتصادي. إلا لما تاخد اذن الديانة. اللي هم انجلترا وايه؟ وفرنسا. انجلترا وفرنسا كانوا مدينينك لدرجة ان وزارة المالية في مصر. كان قاعد جنب وزير المالية. واحد فرنسي. واحد انجليزي. وزير المالية ولا يعرف ايفر الضرائب ولا يعرف اعمل اي حاجة إلا بموافقة من انجلترا وفرنسا. لان احنا كنا محتلين عسكرية من انجلترا. ولان هم كانوا داينيننا بفلوس كتير جدا. فكانوا متحكمين فينا لأقصى درجة في كل حاجة. مش بس في الضرائب. تمام؟ فده كان وضع مصر زمان. لغاية ما جات مصر سنة 1937. تمام؟ وعملنا معاهدة اسمها معاهدة مونترو. عندك هنا في معاهدة بتاعتنا هي معاهدة مونترو 1937. نحن كنا بنحاول بنحاول ناخد استقلالنا ونحاول نسترد سيادتنا. تمام كده؟ لغاية ما نجحنا وقدرنا نمضي معاهدة خلاص كده. بعد كده جي سعد زغلول. بعد كده جي مصطفى النحاسة وتسمع عنه. وقدر يمضي معاهدة مصر تسترد سيادتها. قال لها طب ايه الوضع قبل معاهدة مونترو؟ وايه الوضع بعد معاهدة مونترو؟ الوضع قبل معاهدة مونترو ان مصر كان بتقدر تفرد ضرائب ايه؟ محدودة جدا على العزب على النخيل على حاجات محددة. وما كنتش قدر افرد ضرائب غلّت يد المشرق المصري. انا كان مشرق مصري كبرلمان كان فيه برلمان. ما يقدرش افرد ضرائب مهلا ضرائب الا بقانون. الا لما ياخد اذن الايه؟ الانجليز والايه والاجانب والفرنسيين. تمام؟ بعد بقى مونترو؟ هاه زهر اول قانون ضريبي. يعني ما كانش فيه قبل كده قانون ضرائب كان فيه ضرائب معينة. كانش فيه قانون كامل. اول قانون ضريبي ايش حنستردنا سيدتنا. بقى نعرف ندي معهدات. بقى نعرف نصدر قوانين بقوة. خلاص؟ اول قانون ضريبي رقم 14 سنة 1939. وتعدل بتسعة وتسعين تسع واربعين. فنقدر نقولني دي مرحلة معينة. تمام؟ ادي اول مرحلة لزهور اول قانون ضريبي ايه؟ مصري. ايه اللي يهمني في المرحلة دي؟ ان الدرائب في الاول كان اسمها ضريبة نوعية. تدربي يا الله؟ يعني انت مثلا شغال في الخضر والفاكة والزراعة فتدفع درائب خمسة في المية. انت مثلا شغال مهنة حرة محاماة طب مهندس فتدفع سبعة في المية. انت مثلا شغال في البقالة وفي الحاجات بتاعت البقالة والجبن فتدفع تسعة في المية. فكانت الدرائب ضريبة نوعية. ضريبة يا الله؟ وده اللي مش متطبق دلوقتي خالص. احنا دلوقتي بنتطبق ضريبة موحدة على الدخل ايا كان مصدر دخل. وبعد كده بنتقسم شرايح اللي هي الضريبة التصعودية مفرقش معايا النهاردة انت جايب فلوسك من المحامة ولا جايب فلوسك مهندس ولا جايب فلوسك من الخضار ولا جايب فلوسك من الفكهة مش ده دخل ففي حاجة اسمها الضريبة الموحدة على الدخل ده اللي احنا ماشيين بي دلوقتي اما زمان كنا ماشيين بحاجة اسمها الضريبة النوعية الضريبة ليه؟ نوعية ده في بداية اول قانون فمش مهم عندي التاريخ قد ما مهم عندي ده فمن مصر لما استردت سيادتها وأول قانون أصدرته كانت الضريبة ضريبة إيه نوعية بعد كده بادي يعمل حاجة اسمها ضريبة الإرادة في الأول خالص ضريبة نوعية بعد كده ضريبة إيه في الإرادة بعد كده دخلنا على مرحلة تانية خلاص قانون 157 لسنة 81 بعد كده القانون 187 لسنة 93 دي مرحلة تانية خلاص كده المرحلة دي هي اللي بتمهد للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ايه بقى القانون 157 لسنة 81 وبعد كده اتعدل يعني اخد بالك دول اللي تنب يكمله بعض ماشي بدأ الفكرة في ان احنا خطوة تمهيدية للضريبة الموحدة خطوة تمهيدية يلا للضربة الموحدة بدأت الفكرة تظهر تمام نجيب كل شوية مجالات ونوحدهم مع بعض المهن الحرة كلها ونوحدهم مع بعض شو نجيب شوية مجالات ونوحدهم مع بعض فبدأت الفكرة تظهر ان احنا نوحد المجالات مع بعض ونحسبهم بطريقة ايه واحدة ما كانتش اختمرت لسه الفكرة زي دلوقتي. وبعد كده جاء القانون اللي بعده نقولنا عندنا القانونين مية سبعة وخمسين واحد تمانين ومية سبعة خلاص. وتمانين لسنة تلاتة وتسعين إلغاء الضريبة النوعية. فلغينا الضريبة اللي ايه؟ النوعية دي. خلاص. وبدأنا نخش على المرحلة الجديدة وهو احنا فيه دار لنا عايزة بتحفظ بقى الرقم ده. عشان اكبر كتير معناه في المنك. كان الرقم كان بقى؟ واحد سعين لسنة الفين وخمسة. من قبل وكنا خلاص لغينا الض ضريبة النوعية. فاصلا دلوقتي نقدر نقول هل مصر تطبق الضريبة النوعية صح ولا غلط؟ غلط. اول ما مصر اول قانون ظهر قانون ضريبي لمصر. كان بتطبق ضريبة الموحدة على الدخل. غلط. في الاول كان بتطبق ضريبة نوعية. لكن دلوقتي بتطبق ضريبة موحدة. ده اللي يلزمني. لك تكون فاهم الفكرة والمراحل. ماشي? طيب. القانون الرقم 90 لسنة الفين وخمسة ما يميزه هو كده. اسمه كده. القانون الضريبي للضريبة الموحدة على دخل. بجيب فلس مكفتة. بجيب فلسك في السوفر ماركت. بجيب فلسك محامي. ايا كان مصدر الدخل. من الصناعة. من التجارة. خلاص. كلنا بنتعامل معاملة واحدة. تمام؟ طالما لنا نفس المركز القانوني. ونفس المركز المالي. فبندفع نفس الضرائب. وفي حاجة اسمها ضريبة تصعودية. يعني على سبيل المثال. لو انت في السنة بتكسب اقل من خمسشار الف. لو انت ايه? ليه سنة? لان الدريبة ايه? حال. خلاص. انا بكسب في السنة اربعتاشر الف. من محامات. وانت بتك كسب في السنة اربعتاشر الف موظف في شركة. وانت بتكسب اربعتاشر الف في السنة عندك سوفر ماركت. كلنا بنكسب اقل من خمسشار الف. ايا كان مصدر. يبقى كلنا نفس المركز القانوني. يبقى كلنا ناخد. اعفا. ندفعش ضرائب. تمام؟ نخش في المرحلة اللي بعدها. تمام؟ طالما احنا في نفس الشريحة. ندفع نفس الايه? الضرائب. دي اسمها الضريبة الموحدة. يعني ايا كان مصدر. وبعد كده بنقسم الناس ايه? شريح. كل ما شريحتها تزيد. كل ما هتدفع ايه? ضرائب اكتر. تمام؟ لسه موضوع الشرح ده بالتفصيل. اللي بنتكلم عليه الحصة الجاية واللي بعدها. المهم ان انت فاهم الفكرة. نخش على محددات التطور الضريبة. قال له. هو قانون الضريبة عادي تغير ليه? تمام؟ لان الدنيا تتطور. دي سنة الحياة. فكمان القانون هي ايه? هيتطور. تمام؟ فقال لك كل ما تتطور الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية. كل ما يتطور ليه? القانون. تمام؟ وبالتالي نقدر نقول ان احنا عندنا شوية محددات. هي الظروف الداخلية والظروف الخارجية. تمام؟ ونزود عليهم في الاخر حاجة اسمها الحكمة والاهداف. تمام؟ داخليا هل مصر سياسيا واقتماعيا وثقافيا زي من مئة سنة؟ لا طبعا. باش انت في زاد الف سعوية وخمسين كنت عشر مليون بني ادم. النهاردة احنا مئة وعشر مليون. فعددنا زاد. تمام؟ مصر ظروفها سياسيا واقتصاديا واقتصاديا واقتماعيا مش بتغير. بتغير. يبقى كل ما الظروف الداخلية تتغير. القوانين اللي بتنظم المجتمع هيا كمان لازم. بتغير برضو الظروف الخارجية. العالم النهاردة. تمام؟ بقى عندك حاجة اسمها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومنظمات دولية. العالم كله النهاردة راح نحيط التكتلات. المنافسة النهاردة في التجارة العالمية. سهلة ولا شرسة؟ شرسة جدا. فلازم المشرع الضريبي يراعي التغيرات اللي بتحصل في الايه؟ في العالم ويعدل القانون الضريبي. عايز تقوم بلدك وعايز تجذب مستثمرين اجانب. لازم اخد بالي ان الامارات عملت كده وسنغافورة عملت كده وماليزي وماليزي عملت كده. من الناس دي من 40 سنة ما كانوش لقين يكلوا. تمام؟ المارات دي من 50 سنة ما كانش موجودة اصلا. لسه دولة حديثة. اسمها الامارات المتحدة. اتحدوا عملوا دولة. وماليزيا وسنغافورة والناس دي ما كانوش لقين يكلوا حرفية من 40 سنة. قالك ايه؟ احنا هنشجع المستثمرين الاجانب. نحط لهم قوانين سليمة. نعمل لهم قضاء سريع. ونجذب المستثمرين الاجانب. نقول له تعالى عندي تعالى عندي. وفيك من الضريب لمدة عشر سن سنين. وبعد عشر سنين لما المستثمر الاجانبي يبدأ يدفع درائب هدفها واحد في المية اثنين في المية تلاتة في المية ارقام بسيطة. تمام؟ فاذا خلاص لازم القوانون تغير. على العكس مثلا القوانين القديمة دي. اللي هي مية سبعة وخمسين لسنة واحد تمانين. ومية سبعة وتلاتة وتسعين. القوانين اللي كلنا شغالين عليها قبل الفين وخمسة. القوانين دي يا بشكت ساعات الدرائب بتوصل فيها الاربعين في المية وساعات في حالات ندر الستين في المية. هو مين ده اللي هيجي لك. عشان يكسب عندك مية الف فتاخد مننا اربعين في المية او ستين في الايه في المية. هيطفش طبعا مش هيجيلك. ولو حد عنده بيزنس هو عايز يعمل مشروع هيخاف. اعمل في الاخر انا كده شغال عند البلد بتفعلهم الفلوس كلها. لكن لازم الدرائب تخف شوية عشان تشجع المستثمرين وكمان تجذب مستثمرين ايه؟ هجاني. كمان العالم متوجه نحية التكتلات. اوروبا بتتحد عملت الاتحاد الاوروبي. دول شرق اسيا بتتحد وعملت اتحاد. معظم دول العالم دلوقتي بت помощью بدات. بتتحد وبتعمل معاملات ضريبية ما بينها وبتكذب المستثمرين ما بينها وما بين ايه بعض فالمستثمر يقدر يتنقل من بلد لبلد. في حالو ن gorgeous نتعدي القانون الدرائب شون تكذب المستثمرين. تمام؟ بعد كده نقول ان الدريبة وسيلة ولا هدف. ضريبة وسيلة واداء. الدريبة يا الله. وسيلة واداء. فمثلا انا عايز ازود الاستثمارات. اعمل ده ازاي الهدف ازود الاستثمارات يبقى ايه الوسيلة اهل الضراي فالضريبة هنا اداة مثلا انا عايز ازود دخل الدولة مصر عايز تعمل مشاريع كتير وطرق وكباري واشتري سلاح وعمل مدن جديدة فقال لك خلاص ننشن على سلعة مهمة المصريين بيشتروها كتير وافرض عليها ضريبة مبيعات مثلا كروة الشح لغاية من 6-7 سنين ما كانش عليها ضراي النهاردة انت بتدفع 100 جنيه بتخجيلك كام رصيد 70 جنيه وتدفع 30 جنيه للدولة يعني انت دفعت 100 جنيه بالفعل ما جالكش الى 70 جنيه رصيد وما الـ 30 جنيه ده رحوا في ايه رحوا البلد فالبلد هنا نشنت على سلعة معينة عشان تزود الدخل عشان تزود يلا تلم فلوس اكتر فنقت سلعة مهمة عشان تزود الفلوس اللي دخلها لها على المواطنين بتوحها تمام كده عايز تشتري كارت شحنة باشا وتتدلع وتتكلم ادفع تمام كده وببساطة هنا الدرايب هي اهم مصدر للدخل اهم مصدر يلا للدخل فالدولة لازم تتعامل معها بحرص وبزكاء وتبقى عارفة بتعمل ايه كويس يبقى انا عندي اهداف كتير طب ما الاهداف دي بتتغير خلاص فالاداهية كمان لازم تتغير وتتطور تمام كده يبقى زود الدرايب وقال للدرايب دي مش حاجة كويسة ولا حاجة وحشة انا بزود الدرايب وقال للدرايب على حسب اللي انا محتاج تمام كده لقيت ان انا مثلا عايز اطور الصحراء وقال عمل استصلاح اراضي زراعي في الصحراء عشان تستصلح فدان في الصحراء تتكلف ملايين وممكن تطلع سنتين تلاتة بتستصلح في الارض ومتطلعش محصول يمكن تطلع محصول بعد تاني سنة ولا تالت سنة انت متخير رامي فلوس لمدة سنتين تلاتة مطلع لكش نبات واحد تمام فعشان نشجع مستثمر يتجرق ويتجنن ويعمل حاجة زي دي لازم اعفيهم الضرائب لمدة ايه عشر سنين تمام النهاردة عندنا لما انت تيجي تعمل مزرعة دواجن كبيرة خلاص كده او مزرعة نحل او او خلاص الدولة بتعفيك من الضرائب لمدة عشر ليه ايه ده دي الاداه انا استخدمت الضرائب وعملت اعفاء لمدة عشر سنين بالقانون لا اعفاء ولا ضريبة الا بقانون ليه بس استفدتنا ايه كده امن غزائي عشان نوفر اكل عشان نشجع الناس ونشتغل في الحاجات دي فبدل ما اروح استورد لحمة وفراخ من برا يبقى انا عندي اللحمة وفراخ بتاعتي كلير فايزا كل ما انا عوز احقق هدف جديد انا عندي اداة قوية اللي اسمها اداة ايه يا الله الدرايب اقدر استخدمها في ان انا اشجع نشاط او هبط نشاط ماشي كلير طيب نخش على بعده المهم بقى اهم التعديلات الجزرية في التشريع الضريب المصري اصلا العنوان بتاعنا اسمه الفلسفة الضريبية الفلسفة يعني ايه فلسفة كلمة calculus الفلسفي أصلاً جاي من كلمة يونانية قديمة. معناها فيلو وصافي. فيلو ده الفيل يعني ولا إيه؟ تمام؟ فيلو وصافي يعني يا حد يعرف؟ يعني الساع عن الحكمة أو البحث للحكمة. فالفلسفر اللي هو الفيلسوفي اللي نحن بنوع عليه يعني تمام؟ هو الشخص اللي ببحث عن الحكمة. دي هي طريقة التفكير. فلما قول فلسفة القانون الضريب الجديد يعني القانون الجديد ليه توجه معين؟ ليه طريق التفكير. بيتعامل بطريقة جديدة غير القوانين اللي ايه؟ ده المقصود بكلمة الفلسفة الجديدة. ماشي؟ طريقة جديدة للتعامل. طريقة جديدة للتفكير تناسب العصر. تمام كده؟ جميل. هنتكلم في ده على سبع نقطة. هنتكلم نهر ده في نقطتين منهم. أول نقطة منهم. القطع مع الماضي أو القطع مع الماضي. لما قطع مع الماضي قطع معي يوه. مش عايش فيك تاني. خلاص؟ ودق بقى مرحلة صاحبك ومؤذي وعملي يجيبك وارك. والمرء على دين الخارج. خلاص يبقى عني. تمام كده؟ حاجة أزياك. عادة أزياك في حياتك. لازم تبطلها. ماشي؟ يبقى القطع مع الماضي. مقصود بيه ان انا مش بس هعدل في الفلسفة القديمة. لا ده انا هبتأ صبحة جديدة. تمام كده؟ يبقى القطع مع الماضي وبدء عهد ايه؟ جديد. فتح كلام. هقطع مع الماضي يبقى اول حاجة على عملها يلا. قانون رقموات 90 لسنة 2005 يبقى عمل ايه؟ المرحلة اللي قبلها كنا ماشينا على قانون وتعديده. يعني القانون ده 157 سنة 80 والقانون 187 لسنة 93 دول اللي احنا كنا ماشيين بيه. ماشي؟ اول حاجة سمع عليكم. عفتها صفحة جديدة يبقى عمل يلا؟ شب السفون على الابر. طعم كده يلغي ايه؟ القانون. يبقى اول حاجة هنلغي القوانين القديمة. ماشي؟ اتنين. هنستخدم حاجة اسمها العفو الضريبي. حاجة الطبقة. خلاص؟ لغاية قبل 2005. في ناس عليها درايب. في ناس متأخرة في الدرايب. تمام؟ او انا عمري ما سجلت درايب. ولا عندي بطاقة درابية. ولا عندي سجل دريبي. بس انت بتشتغل وات ايه؟ وبتكسب. يبقى المفروض تدفع درايب. بس انت عمرك لا شفت مستحة الدرايب. ولا عمرك قدمت اكرار. كل ده في ظل القوانين القديمة. ولا عمرك دفعت درايب. فتيجي الدولة عايزة تشجعك في السيستم الجديد من بعد 2005. تدفع بقى. لان الدرايب دي ا اهم ايه؟ مصدر للداخل في الدولة بتدخل تلات ربع فلوس البلد. فانا عايزة اشجع الناس. فلو انت جايلي بعد 2005. سماع عليكم. انا هقدم اكرار جديد. ليه؟ زمان الدرايب كانت اكتير فانت كنت بتتهرب. النهاردة الدرايب النسبة بتاعتها بقت ايه؟ اقل من زمان. فانا هتشجع اهواجي. فجاي اقدم اكرار بعد 2005. سماع عليك اكرار اهو. انا عايزة ادفع درايب من اول جيد. باشا انت عليك عشر سنين ولا انت بتتهرب بقى لك عشرين سنة. طب هات القديم الاول. طب ماشي. سامو عليكم. انا جاي باشي على جديده. انا اصلا كنت بتهرب عشان القانون القديم ده بايز. انا بتهرب عشان القانون القديم ده سيء. انا بتهرب عشان القانون القديم ده اصلا النسبة بتاعته كان ايه؟ مبالغ فيها. فانا جايلك على جديد. ما تقوليش بقى لبس القديم. فاهمشي. هطفش. فنفتح صفحة جديدة. وعفو الله عمه سالف. تمام كده؟ تمام؟ ولكن ده لازم يحصل بشروط. تمام؟ ايه الشروط بمنطقة البساطة ان انا هعفيك عن كل اللي فات بشرط. ان انت عمرك ما تكون عندك سجل تجارية ولا بطاقة ضربية. عمرك ما قدمت اقرارات قبل كده. عمرك ما حصل عليك فحص مفاجئ. او ما طبش عليك قبل كده واحد من مصلحة ايه؟ الدرائب. يبقى لو كان عندك بطاقة ضربية قديمة وبتدفع مش هعفيك. لو كنت قدمت اقرارات قبل كده مش هعفيك. انا بعمل ده لو انت انا اول مرة ايه؟ اشوفك. نعم كده؟ انت عمرك ما قدمت اقرار وعمرك ما قدمت ورق وعمرك ما تعملت مع مع الضرايب. واصلا ما عندكش بطاقة ضربية. نبدأ هنا نتكلم في اعفاء. لكن لو انت كنت موجود ومنتظم وتدفع. مش ايه? مش اعفيك. اتنين خلاص. لازم الشخص ده يعرفني هو عمل ايه في اخر سنة? مش عايز تبدأ بنقوله جديد? طب اخر سنة انت عملت ايه? تمام? انت عايز تبتلم السنة دي تبدأ تحسب فترة ضربية. فترة ضربية لها السنة لايه? ضربية. طب اخر سنة كنت بتعمل ايه? تمام? بعد كده هنتكلم على الحاجة اسمها انقضاء الدعاوة والمنازعات. انقضاء يا الله? طيب. يا باش انا كان سبق التعامل مع الضرايب. اولاني ده اللي عافينا ده اللي هو عمرو ما تعامل مع الضرايب. لأ انا بقى كنت بتعامل مع الضرايب قبل كده. ماشي? وكان الفحص غشيم. وكان فيه تقدير جزافي. وتقدير حكمي. افتراضي. باش انت عليك ضرايب مليون. ازاي عم انا بكشفس في السنة للمية الف. هتدفعني ضرايب مليون ازاي يعني? تمام? اوه كده. روح اشتكي بقى اتظلم. تمام? كده ارفع على المقضية. تمام? وكانت بلطجة يعني. لكن دلوقتي مصلحة الضرايب اتغيرت خالص والتعامل بقى ادامي وبقى في احترام في التعامل. من بعد الفين وخمسة. تمام? فانا دلوقتي مش عاجب من الرقم اللي تحطوا علي المليون جنيه ده. هتعمل ايه? هتظلم لمصلحة الضرايب. انت الخصم والحكم. هم اللي تصني المليون. هيعمله ايه? هعمله ايه الله? فانا بتظلم عند مصلحة الدرايب اللي انا اصلا هم اللي ملبسين المليون. هيعمله ايه? قلت لك ايد فعمل ايه دون. فحارف عنهم قضية. فارجع للقضاء. تمام كده? ماشي? فلما الجه للقضاء فتفضل القضية موجودة في المحاكم وفي اسم الله ما شاء الله عندي انا المحاكم ممكن تقعد في المحكمة قبل عشر سنين وخمشر سنة. اثناء ما القضية قعدة في المحكمة وصلنا لالفين وخمسة واتطبق القانون الجديد ونشر في الجريدة الرسمية ومازال هناك منازعة قضائية امام الايه? القضاء. تمام كده? لو كانت قيمة النزاعة. لو كانت قيمة يلا? النزاعة. اقل من عشر تلاف. عشر تلاف او اقل. يعني لا تزيد عن عشر تلاف. يحصل حاجة اسمها انقضاء تلقائي. باشا ادعا دي بتشطب. كأن لم تاكن. انقضاء تلقائي. سواء انت قدمت طلب او? ما قدمتش. بنتشكر على خمس تلاف. ا другой ا induرب بيقول لي هات خمس تلاف وأنا انا بقول لا. ا induرب بيقول لي هات عشر تلاف وأنا بقول لأ. ا induرب بتقول لي هات سبع تلاف وانا بقول لا. هنا ده اسمه انقضاء تلقائي. سواء قدمت طلب او? ما قدمش. overlooked구나. لو قيمة النزاعة اكتر من عشر تلاف. لا. ده بقى هيتقضاء بحكم من قضاء يلا اقدم طلب للمحكمة اقول له ما انا عايز اشطب الدعوة اوالغي الدعوة القديمة ويوفق اياه يرفضوا ويعملوا معيها تصالح ممكن يقول له ما تدفعش حاجة خالص ممكن يقول له طب ما تجيب الفين جنيه تعمل كده فممكن نتصالح سبب فلوس او من غير ايه فلوس بس هنا طالما قيمة النزاع اكتر من عشر تلاف لازم اقدم طلب والحكمة تصدر حكم ان احنا نتصالح او ما نتصالحش مين اللي بتصالح مع مين هنا الممول اللي بيدفع الدرائ اسمه الممول ومصلحة الدرائب دايما هنا اطراف النزاع مصلحة الدرائب والمين والممول ليه ما قلناش المواطن او ما قلناش المصري عشان القاعدة العام انا مش مش بالجنسية انا مش بالاقامة فكرة الاقامة ماشي تمام وقلنا طبعا غير المقيم سعب بيدفع برضا الدرائب لو حقق داخل من ايه من مصر تمام طيب الموضوع ده في شروط موضوع الانقضاء ده في شروط بقولك انا مش هخلي الدعوة تنقضي الدعوة القديمة دي الا بشرط زمني شرط ايه؟ في خد بالك شرط قيمي اللي هو شرط العشر تلاف او اكتر من عشر تلاف وفي شرط زمني اننا عشان الغي الدعوة القديمة لازم تكون الدعوة القديمة دي قبل اكتوبر الفين واربعة قبل امتى؟ ماشي طيب لو بعد اكتوبر الفين واربعة يبقى مش هينفع؟ نعم لازم تكون الدعوة دي موجودة من قبل يبقى عندي شرط قيمي وشرط زمني فالشرط الزمني ده ريخلم انا مش هعرف اتصالح مع مصلحة الدرائب سواء تلقائي او بحكم قضائي الا لو كانت الم منازعه قديمة بالشرط تكون قبل اكتوبر الفين واربعة. القانون صدر الفينه وخمسة اه؟ اقليك هتصالح مهاك وعمل إنقضاء او كانت الدعوة قبل اكتوبر الفين ووربعة فبعد كدة القانون اتعدل لقم احنا قلنا القانون دعاوة قديمة خلاص ممكن اتصلح معك ماشي فايزا هنا الفكرة بتاعت المشرق انو عمالي ايه بيتشدد ولا بيتساهل بيتساهل تمام كده ويمد مدة التصالح تمام تعال نقرأ الموضوع ده من الورق ونلاقي الموضوع سهلي جدا اول صفحة تتكلم على الانترو لكس معايا انا انا ماشرعش بالتفصيل هنا فيه تفاصيل هنا كتير مشرحتش انرالي اول صفحة ايه المقدمة مش محتاجين نقراها فهمنا الفرق ان زمان ضرايب نوعية او دلوقتي ضرايب ايه موحدة او ضريبة موحدة ثاني صفحة محددات التطور ادي محددات التطور خلاص ونفهم ان الضريبة اداة لتحقيق اهداف ماشي ايه اللي بالصفحة هنتكلم على حاجة اسمها اهم التعديلات الجزرية اهم التعديلات يلا وهما سبع تعديلات نتكلم النهاردة في اتنين ماشي ننسك يلا ده المهم كل بقى تفاصيل التفاصيل انا انا اتشرفت جنرالي انا اشرف التفاصيل دلوقتي واحد القطع مع الماضي وبدأ عادي جديد من المعاملة الضربية بقول لك حرس المشرع على التخلص من الماضي والتخلص من الماضي يعني انا هتخلص من الكونين القديمة ليه مئة سبعة خمسين لسنة واحد تمانين ومئة سبعة تمانين لسنة تلاتة وتسعين انزل على بعضنا كما جاء النص على العفو الضريبي يبقى اول حاجة انا لغيت الكونين القديمة اتنين هنتكلم في فكرة ليه الله عفو الله عن مسالف تمام كنه ايه شروط بقى العفو بشرطين تمام يلا بنا وذلك لجميع معافل عفو الضريبية على الاخر السطر على الشمال وذلك لجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات سواء ضريبة عامة ضريبة مبيعات ايه 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 ان كان نوع ضرائب يعني انا كده كده هعفو الضريب ايه نوعها تمام عن الفترات الضربية السابقة على تاريخ العمل بالقانون واحد سعين سنة الفين وخمسة شريطة عندنا شرطين تمام الشرط الاول امتهى فيك تماما من كل المبالغ اللي فاتت المفروض كنت وتدفع ضرائب. ان انت عمري ما كن شفتك قبل كده. هنقولها بالبلدي. تعال بقلها بالقانون. ماشي? قال لا يكون الشخص اللي هنعفيه ده. اللي هو المموّل. ها? قد سبك تسجيله. يعني عمره ما كان ليه سجل ولا بطاقة ضريبية. ولا تم تقديمه لإقرار ضريبي. عمره ما قدم إقرار ضريبي. عمره ما شاف مصلحة الضرائب. وعمره ما تعامل معها. ولا خضع للفحص. ولا خضع لي الله? للفحص. ولا خضع للمراجعة الضرائبية. ايه المشترك؟ مبيلت ثلاثة حاجات دول. ان المموّل اللي بيدفع الضرائب. او اللي المفروض يدفع الضرائب. ومصلحة الضرائب عمرهم ما شافوا بعد قبل كده. اول اتنين. ان انا عمري ما سجلت. وعمري ما قدمت إقرار. يعني انا عمري ما روحت للمصلحة الضرائب. التالتة. ولا عمري خضاعة للمراجعة والفحص. ولا عمر انا طب علي حد من مصلحة لايه? يبقى ان انا روحت للمصلحة الضرائب. وانا يتقدم المموّل بإقرار ضريبي عن دخله عن اخر سنة ضربية او اخر فترة ضربية. انت مش جاهز تبتلي من ناوله جديد. وانا عافيت من اللي فات. والمستحقات اللي فاتت. يبقى يا بشع عرفني بس انت كنت عامل ايه? اخر ايه? سنة. افهم بس انت ماشي ازاي. عن اخر سنة بس. تمام? ونبتلي يلا شاشة صفحك ديه مش مش مشكلة. واخد بالك مش حسبك على السنة اللي فاتت. انا بس عايز افهم انت ايه? هعمل ايه السنة اللي فاتت. وابدأ حسبك من دلوقتي. ماشي? يلا. كما حرص المشرع على تصفية المنازعات الضربية القائمة. نخص على تصفية المنازعات او التصالح. تصفية يلا. المنازعات المقصوب بها الانقضاء والتصالح. اكتب لي فقوها. الانقضاء والتصالح. المقصوب بتصفية المنازعات هي انقضاء المنازعة القضائية والتصالح فيها. ماشي? كلير? احنا انت سمى بشاط بالدعوة. المهم. عندنا نعم الانقضاء. انقضاء ايه انقضاء يا الله? تلقائي وانقضاء قضائي. نص القانون في الانقضاء التلقائي على انقضاء جميع الدعاوة المقيدة والمنظورة لموضوع خلافها طبعا بيكون درايب وتقدير حجم الدريبة. تمام? انا هنا بقى هستفيد بالعفو? لا. ده انا مسجل. ده انا بتشكل معهم. يعني فيه ما بيننا وما بيننا ايه? اتقابلنا قبل كده. فانا مش هستفيد بالعفو. معنى ان فيه دعوة ومنازعة. ما بيني وما بين مصنحة الدرايب. يبقى انا مش هستفيد بالعفو. يبقى اكيد كان فيه معاملة سابقة ما بيننا. فهنا مش هستفيد بالعفو. ممكن نستفيد بالانقضاء بقى. تمام? ده بديهي. ايا كان المحكمة اللي امامها النزاع. خلاص? امام جميع المحاكمة على اختلاف جهتها. خلاص? بشرط. يلا الشرط الزمني. قبل ان المنازعة دي تكون لسبب قبل كام? اكتوبر 2004. ركز. القانون كام? 2005. قال لك انا هتصالح على اي حاجة قبل اكتوبر. يعني اكتوبر لا. يعني او حاجة قد حصلها في اكتوبر 2004 او 11-2004 اكتوبر 2010 او 12 مش هتصالها معايا. لازم نكون قبل اكتوبر اللي هو شهر كام? تسعة او اقدم او 2003 او 2002 او 2001 او 1990 اي حاجة قبل اكتوبر 2000 وايه? يلا باشا تنقضي اوتوماتيك. اوتوماتيك? يعني نخدش على الشرط القيمي او الشرط المالي بشرط اي بقى يلا تسموه الشرط الزمني ها? يلا. بشرط وذلك اذا كان الوعاء السنوي للضريبة الوعاء ده اللي هو المبلغ اللي انا خلاص. لا يجاوز العشر تلاف. يعني لا يجاوز العشر تلاف? يعني عشر او اقل. دايما اي كلمة فيها لا يجاوز ويجاوز ترجمها. طب يا الله بنتشكل على تسعة تلاف انقضاء تلقائي. تمن تلاف انقضاء? طب عشر تلاف انقضاء تلقائي برضو. طب اكتر من عشر تلاف? لا يا باشا. نخش في الحالة بتانية بقى. لما ما قول لا يجاوز العشر تلاف يعني عشر تلاف او اقل. ماشي? لبعد. الانقضاء القضائي. التصالح بناء على طلب. طب وده يحصل ليه? اللي اكتر من عشر تلاف. ممكن يجوز فيه ممكن يجوز فيه التصالح. خد بالك. الاولانية لو حققت الشروط كده كده هتنقضي الدعوة. كده كده. حققت الشرطين هتنقضي ليه? كده كده. ما مش مش. ما فيش سلطة تقدرية في ايد حد. لكن دي هتبقى سلطة تقدرية في ايد مين بقى? المحكمة. الحالة التانية دي. ماشي? يلا. اللي يالانقضاء القضائي. عشان كنا نسميناه انقضاء القضائي. لان انت بتقدم طلب والمحكمة يتوافق. يعني مش بالضرورة لو اتحققت الشروط انك كده كده هتتصالح. ماشي? دي سلطة تقدرية. يلا. الانقضاء القضائي بناء على طلب. نص القانون على اكرار مبدأ التصالح بين مصلحة الدرايب. حيكون لها مبدأ التصالح والتصفية. تمام? وطبعا مين اللي بتشاكل الممول ومين مصلحة الدرايب? تمام? في المنازعات. الشرط الزمن يثبت معانا. اللي هو مين يلا? قبل اكتوبر الفين واربعة. تمام? تكون المنازع قبل اكتوبر الفين واربعة. ايه الجديد اللي تغير المرة دي? المبلغ. تمام كده? المبلغ اكتر بقى من عشر تلاف. تمام? فبيقول لك التي تزيد قيمة الوعاي الدريبي فيها عن كم? عن عشر تلاف. مع امكانية. ما هي سلطة تقدرية بقى? انا ممكن اتصلح معك. كنا منشكلة على عشرين الف. كنا منشكلة على اربعين الف. اقول لك خلاصة باشا. ما فيش دعم. ما تدفعش حاجة. فالمحكمة توافق. ما تدفعكش حاجة خالصة. او تقولك لا ادفع خمس تلاف وانا صالحك. يا باشا احنا منشكل على خمسين الف. اه مش هتخليك تتصالح الا ما تدفع كم? خمس تلاف. فممكن المحكمة ما تدفعك جزء او? ما تدفعكش. تتصالح او? ما تتصالحش. تصالحك على بعضها. تنقضي الدوء ام تنقضيش. سلطة تقدرية. تمام? وان كانت توجه ان معظم القضايا كان بيحصل فيها ايه? تصالح. لان هو المشرع توجهه عايز يعمل من كده اصلا. ماشي? شرطين يلا. انت استفيد بالانقضاء القضائي. اللي هو بناء على طلب. ماشي? اللي هو في حالة اكتر من عشر تلاف. تمام? الشرط الاول يلا. بناء على طلب. مش وانت في بيتكو بتتفرج على تم شيري القضية تنقضي لوحدها. ها? ده مش انقضاء. تلقائي. ده انقضاء. خلال انت قد انطلب عشان القضايا يوافق او يرفض. بديهي يعني شرط بديهي. يبقى بناء على طلب. اتنين خلال وده شرط ريخي مقاوي. خلال سنة من صرايان القانون. اولا. يعني ايه خلال سنة من صرايان القانون? القانون صدر رقموعة سعين سنة الفين وخمسة. بينشر في الجريدة الرسمية. وبعد كده بفعل. صح كده? طيب. بعد ما يعدي سنة على صرايان القانون. يعني معايا فترة لغاية الفين وستة. بعد كده. جاي بقى انت جاد خدت بالك. خدت بالك. في الفين وسبعة او الفين وتمانية. وعايز تقدم طلب على قضية قديمة من سنة الفين. او قضية قديمة من سنة الفين. او قضية قديمة من سنة الفين وتسعين. شايف. عليه انك ما حققتش الشرط ليه? يبقى لازم تقدم الطلب خلال ايه? سنة. سنة من امتى? سنة. من صرايان القانون. يعني سنة من بعد الفين وخمسة. الشرط ده رخم. وافقد الانقضاء معناه. افقد الانقضاء معناه. انت لازم تلحق تقدم الطلب في خلال سنة من الفين وكم? وخمسة. من صرايان القانون. فقام جيل مشرع. وقالك يا لا يا عم. ما تزعلش. نصدر قانون في الفين وتلات عشر. نزود مدة التصالح. ينفع. ما عايز تقدم طلب في اي وقت. تقدم طلب في اي. يبقى القوانين اللي صدرت في الفين وطلات عشر والفين وست عشر ما غيرتش الشروط. لزودت مدة تقديم الايه? الطلب. ركزش حتى الهم جدا. الشرطين زي ما هم. ايه هم الشرطين يلا? لازم تقدم طلب. خلاص. الشروط اللي هي الاولانية. اللي هي تكون تقدم طلب وتكون قيمة الدعوة. الشرط القيمي والشرط الزمني. تمام? شرط الزمني. عشان هتصالح. هتصالح على دعوة امتى? قبل اكتوبر عشر مربعة. الله يباريك لك. وقيمة النزاع اكتر. حل. هتقدم طلب. كده كده هتقدم طلب. الفترة بقى معاد تقديم الطلب. يبقى اللي تغير هو معاد تقديم الطلب. الفين وخمسة. الفين وستة. الفين وسبعة. كل ده القانون مطبق. ماشي على القانون. اللي مكتوب في القانون. الفين وخمسة. بيقولك تقدم الطلب في خلال سنة من سريان القانون. همجيب 2013 تحت. كمل. و2016. وزود المدد. قالك قدم الطلب في ايه? في اي وقت. بعد سنة من القانون. بعد سنة ام القانون. بعد خمسة من القانون. تقدم الطلب النهاردة. لغاية النهاردة لو قدمت طلب عن منازع قديمة. قبل الفين واربعة. وقمتها على من عشر تلاف. ينفع تقدم طلب. في احنا زودنا مدة ايه? الطلب. واي جانت المحكمة اللي احنا امامها. امام محكمة اتدائية. محكمة نقد. محكمة ادارية. اين كان محكمة. اين كان درجة المحكمة. ماشي? يبقى احنا زودنا مدة تقديم الطلب بس. لكن الشروط القديمة زي ما هي. ماشي? يلا. سهل يا شباب مفوما? جميل. ايه الحكمة من الكلام ده كله? ايه رأيكم? الانوان? القطعم على ايه? وانيبدا صباح جديد. احنا اصلا متشكلين. ومتشكلين في ظل القوانين ايه? قديمة. انا بقول لك انا هسلحك على منازعة قبل اكتوبر 2004. كانت القوانين القديمة هي المتطبقة. فانا عايز ابدأ صفحة جديدة. وتساهل مع الناس. عشان اعرف عليهم فلوس. والدنيا تمشي. ممكن? فاذا الهدف هو القطعم على الماضي. وثبت ان القضايا دي لما بتطول في المحكمة كل خسران. ومصلحة الدرائب جايبه محامي. وانت جايب محامي. وحتى لو هم اخدوا حكم. مش دافع. ويقعد يطهرب تاني. ماشي? فالموضوع كله في الاخر بيطلع ايه? خسران. والدولة مش هدفها في الاخر ان هي تدفعك وخلاص رخامة قدمها هدفها ان انت تنتظم. يعني انا مثلا انا اقول لك ايه? انت عليك الف جنيه قديمة. خلاص? ماشي? هاخدها ومعونش هشوفك تانيش. ولا كل سنة تدفعني مية جنيه كل سنة تدفعني مية جنيه ونبقى فاتحين صفحة جديدة. اه احسن لي. وزود عدد الشعب اللي بيدفع ضرائب. تمام? لو كله قد دفع مية جنيه منتظم او كله قد دفع الف جنيه منتظم. ده احسن لي. فالاحسن هو ان انت تدفع صفحة جديدة فيها ايه? انتظام. هو ده اللي هيزود داخل الدولة. ماشي? يبقى ثبت ان كل خسران على قديمه. يبقى نتصالحة باشا اللي بتدفع صفحة ايه? جديدة. التساهل. ماشي? يلا اتنين. بناء التعامل بالمصلحة اللي هي طبعا لما قولوا المصلحة اللي هي مصلحة ايه? اه فعين فتقال المصلحة كده على طول. ماشي? والممول. تمام? بناء على ايه? السقة. طيب تعال نشوف اللي كان بيحصل زمان. ونشوف الجديد. تعال كده? اللي كان بيحصل في القوانين القديمة مية سبعة وخمسين. وقوانون مية سبعة وتمانية. تمام? اللي كان بيحصل كالاتي. اولا الدولة تقوم تطبع عليك في وقت. ماشي? وتعمل عليك تقدير الجزافي. تقدير حكمي. سواء قدمت اقرار او. وحتى لو قدمت اقرار يعدلوا فيه على مزاقهم. فكاف الموضوع ماشي قدرة. تمام? وكله كان بيخضع للفحص. واي حد ممكن يطبع عليه مأمور الدرايب في اي وقت. مأمور الدرايب اللي هو موظف اللي تابع للدرايب. الجديد. بناء الموضوع على الثقة. الدولة قالت لك ايه? بص باشا. انت لو حققت شروط الدريبة. ايه شروط الدريبة؟ شروط استحقاك الدريبة. واحد تكون بتحقق دخل او ربح. واعد على الدخل او الربح ده? السنة. تمام كده? يبقى ساعتها بتقدم اقرار. يعني انا شغال من السنة اللي فاتت. واعد عليها اتناشر شهر. خلاص? من واحد واحد لغاية اخر اتناشر. لغاية اخر ديسمبر. اقدم الاقرار امتى بقى? مع بداية السنة الجديدة. طب الاقرار اللي انا بقدمه عن السنة اللي فاتت. يعني مسلا انا انا شغال. من واحد واحد. عشرين عشرين. لجيد. اخر اتناشر. عشرين. عشرين. اقدم الاقرار بتاعي انت. واحد واحد واحد. الاقرار هيتقدم. واحد. واحد. عشرين؟ واحد وعشرين. لازم واحد او؟ لا معايا أصبحت تلات شهور تقدم فيبيو الإكرار. عن السنة لو ωنا شخص؟ ممتاز. لو أنا شخص اعتباري معي كم سهر؟ أربعة. فNET بتقدم الإكرار بتاعك عن السنة الضربية اللي فاتني. السنة الضربية السابقة بتسمى الفترة الضربية السابقة. لو أنا شخص طبيعي معي تلات شهور لازم أقدم فيبيو الإكرار. لو عدّت تلات شهور وباقدمش الإكرار هههههههه. اعتبرك متعرّب. humans especiallyут? وإذا كنت أعتباريtera معي كم شهر قدم الإقرار لأن الشركات بتبقى معقدة شوية فبنديهم مدة أطول شوية ماشي تمام فاللي بيحصل كالعيتي الممول يلتزم بتقديم إقرار ضريبي ماشي وقلنا المدد بتاعته مع أنها مش مكتوبة عندك هنا المدد بس أنا بفكرك بيها يعني موجودة قبل كده الشيء بالشيء يستر قاعدة بسيطة خالص بتقول لي بقى مش هنالك الموضوع لبقى السلسكة كلما تجي انت كذب يا لا طب يا ابن انت كذب ياه تمام مش قلنا هنفتح صفحة جديدة انت معفن ياه تمام ما ينفعش مش قلنا هنفتح صفحة جديدة خلاص يبقى أنا قدمت إقرار للدولة بيقول إن أنا كسبان مئة ألف وصرفت تكاليف عشرين ألف كهرباء وإيجار وعمال يبقى الصافي بتاعي تمانين ألف ده ما كسب السنة اللي فاتت الصافي بتاعي كما مستحطة الضرائب تمانين ألف يبقى مستحطة الضرائب ايه تنزلي بقى ناس ويرعبوني وكل اللي هيقدمه إقرارات هيخضعه للفحص والمرأبة والمراجعة وكده ماشي أنا مصدقك حبيبي وكفاءة عما كنتش باشوفك قبل كده انتت نهاردة جايب إقرار الله تعالى بس تمام مش هرخي من عليك فالممول صادق وشريف وعفيف وأليف تمام كده ماشي أليف مش موجودة مش مش خلاص صادق وإيه وشريف حتى هيثبت حلم إيه بقى حتى يثبت العكس دي تمام أنا هصدقك أنا كمستحطة ضرائب هصدقك وهدفعك ضرائب على اللي انت قلته الصافي بتاعك تمانين ألف هدفعك الدرائب على كامل على تمانين ألف ودفعك النسبة المطلوبة مش طيب هل هيبقى فيه فحص شامل الأصل الثقة في الممول وإفراد افتراض صحة وسلامة الإيه الإكرار حتى يثبت العكس طيب مستحطة الدرائب ممكن تقولك لا باش بتكسبش ثمانين ألف بتكسب مليون تمام فممكن الدرائب إذا ثبت إيه العكس طيب هل فيه فحص شامل لا لا يوجد فحص شامل هم اللي يوجد فحص ايه عشوائي يوجد فحص ايه عشوائي مثال عشان نفهم يعني لا يوجد فحص شامل ولكن يوجد فحص عشوائي مستحطة الدرائب اتقدم لها مئة إكرار مئة شخص قدموا إكرار لمستحطة الدرائب فيه هم دخلوا كام وكسبوا كام وكسروا كام تكاليفوا كام والصافي بتاعه تمانين ألف ماشي كده هل مستحطة هتبعت للميت شخص والميت شركة دول او الميت بيزنس دول مأمور يرائب ويشرف ويراجع عليهم؟ لا. احنا بنفترضي الاصلي ايه ان كلهم؟ شرفة. كلهم صادقين. انهم منقين عشوائي خمسة. تعالوا لي. وبص. هالأرقام دي منطقية. طب هو بيقول ان هو مسلا سوبر ماركت زي مترو ليه تمانين فرع في مصر. وبيقول ان هو كسبان اربعين الف بس. هالده منطقي. باللاربعين فرع. تمام؟ مش منطقي. تمام؟ وابدا انزل ابعاث له موظف. انا هنا عملت فحص شامل لكل الاقرارات. ولا انا قيت عينا عشوائية. عشوائية. عينا عشوائية. وبدأت افحصهم. اول حاجة اشوف هالده منطقي انا مش منطقي. تمام؟ فين موظفين دي شغلتهم. وبعدين انزل رائب عليه. ودي له اختار كمان الاول. اقول له باشا انا جاي لك. يقول لي اتفقد لا باشا. يبين مصطقة الدراب بتختر الراجل. ها اللي احنا راحين نفحص وبعد كده مصطقة الدرائب ايه؟ تجيني. وتفحص علي وتشوف. وتشوف الموظفين. وتقول له طلعني ده فترة اللي عندك. وارين ده فترة كم منتظمة. واريني سيستمك. واريني دنيتك. اشوف المحل. اشوف الدنيا. وابدا اشوف الاركام اللي جات لي والاقرار اللي جات لي ده. صادق فعلا؟ ولا اقدر انا كمصلحة الدرائب باوراق ومستندات وادلة اثبت انهم الصادق. اثبت العكس. ماشي؟ وساقتها هيبقى المصلحة الدرائب انها تعدل الرابط. يعني ايه ال الرابط. الرابط والتحصيل. الرابط يعني تحديد الرقم الضريبة. انا المفروض لما جربت الطريبة عليك هربط على ايه؟ انا نستقك. بس انت خضاعة هنا للفحص. مطلعة كذاب. تمام كده، يبقى ينفع اعدل في الرابط. يعني اعدل في الرقم او اعدل في الرقم الضريبة نفسه. ماشي المبلغ. هذا معايار هربط. تحصيل يعني علهم الفلوس. ماشي? فالربط يعني تحديد الضريبة. التحصيل للم الفلوس. تمام؟ طيب لقوني صيدة. ياهودي بقى يصطدوني بقى كل شهر ولا كل سنة يقعد يقعد علي. مفيش غير هنا في البلد يقعد يفحصوا فيها. تمام؟ لا. خلاص. فاللي يتفحص مرة ما يتفحص تاني إلا لو ظهر أسباب جوهرية تدعو لإعادة الفحص. ماشي؟ يبقى هل يوجد فحص شامل؟ لا. الأصل أنه صادق حتى يزبط لقع تحت المفرمة. هنسمي المفرمة دي اللي هي الفحص لإيه؟ العشواء. نختره ونروح له ونقول له أهلا بك يا باندم ونشوف هو صادق ولا كاذب؟ تمام؟ تعالي نقرأ الجزئية دي بعد كده نخش على آخر حاجة. قوله عشان ملينا تفاصيل برضو. بناء التعامل بين المصلحة والممولة على أساس الثقة والاحترام. بقول لك ينص القانون رقمها 90 سنة 2005 أن الممول يلتزم بإيه بقى يلا معافقه سطر؟ بتقديم إقرار ضريبة سنوية. وقاللنا عن مدد بتاعته. وأن الضريبة تربط من واقع على الإكرار. تبقى اسمها ضريبة واقعية وليست حكمية. اكتبها. قلناها في المبادئ الدستورية. سنكتبها تاني. الضريبة يلا. واقعية وليست حكمية. يعني ايه واقعية وليست حكمية؟ يعني انا قدلت لهم الأرقام الحقيقية بتاعتي. تمام كده؟ من واقع الأرقام بتاعتي من واقع الإكرار اللي أنا مقدمه. وهما يفرضوا الدريبة على أساس الإكرار اللي تقدم. على سية الله؟ على أساس إن الإكرار ده حقيقي. ده هو ده الواقع. حتى ياسبط لإيه؟ قارنة بسيطة يعني. ماشي؟ أما زمان في القوانين القديمة. ومن غير ما يبعطوا لك موظف ومن غير أي حاجة. انت شغالها باشا عندك سجلة تجارة. انت مليون. ينزل لك موظف كده عدل قدام المحل ايه؟ اتنين مليون. ده تقدير حكمي جزافي. ده كما شغالين القديم بتقدير حكمي ايه؟ جزافي. دلوقتي التقدير ايه؟ واقعي. من ايه؟ من الإكرار. بناء على الإكرار بتاعك. تمام؟ ما بينك صير الممول شريف وصادق ومحل ثقة حتى يثبط لإيه؟ العكس. تمام؟ لكن مصلحة ال� الدرايب ممكن تعدل الربط. خلاص. امشي معها لآخر السطر. اذا ثبت لدى المصلحة عدم مطابقة الإكرار الحقيقة. تبدأها يحصل ازاي؟ تمام؟ عليها ان هي بتختر الممول وتجري الفحص والتدقيق. وتصحح الإكرار وتعدله. انزل على ثالث سطر. لا يجوز لمصلحة الدرايب. لما نقول مصلحة على طول يبقى هي مصلحة لإيه؟ درايب. تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات. حتى دي مهمة جدا جدا جدا. وراشق معنا طول مانه. التقادم في المدني كم سنة؟ خمستاشر. تمام كده؟. فالتقادم ماشي؟. التقادم ليه مدد. خلاص؟. تقادم الجرائم حسب. هي جناية ولا جونحة ولا مخلفة. كل واحدة لها مدة. لو عدي عليها مدة بتايه؟ بتسقط الدعوة أو يسقط الحكم. فالتقادم معناها ان المدة تعدي على حاجة فالحاجة دي تسقط. تمام؟. انت بقى باشا عايز تعمل معايا اي حاجة في الضرائب. مش بس هنا في الفكرة دي. اي حاجة في الضرائب. لو عدي عليها كم سنة؟ تسقط. التقادم الخمسيين. ما تجيش تقوم ايلي ولا انت خضعت للفحص العشوائي. حمه. احنا جايين لك حمه. ماشي تفضل يا باشا. عشان هنفحصك. قص انت قدمت اكرار من سبع سنين واحنا شكين فيه. ليه ان شاء الله. ده عدى عليه سبع. ده عدى على اكتر من خمس سنين. ماشي؟. ان شاء الله لكون كذب بالتلاتة. سقط. ماشي؟. لازم يكون على المدة اقل من كم؟ من خمسة اللي انت جاي تفحصني فيها دي. ماشي؟. اذا بعد كده بيجي لك ايه؟ ويرسخ قانون القاعدة الجديدة. الاصل لو وثقة في الممول. مع الفكرة اللي بعدها. الاصل لو وثقة في الممول وافترط سلامة وصحة الاقرار. خلاص؟. طيب انزل على تحتها. مهم جدا. الحد اللي جادي. لا تفحص كل الاقرارات. انا الفكرة اللي بدأ بيرخص. اللي هو الكلمة هنا لك تتالك على البوردة. لا يوجد فحص ايه؟. شامل. انا مش عادة افحص كل الاقرارات. اما انت بتفترض حسن النية ليه؟. لما هتراجع عليهم اقرار اقرار. يبقى انت كده بتفترض حسن النية؟. ما تشتغل ليش؟. اللي يثبت انك فعلا لما افترض حسن النية ان انا مش هفحص كل الاقرارات. انا واخد عين عشوائي. تمام كده؟. اذا لا تفحص كل الاقرارات. اذا لا يوجد فحص شامل. وانما يوجد فحص عشوائي. مش مكتب عندك فحص عشوائي في ساعة لا فتستهلك سطر. سطر اللي بعده. تمام؟. فحص عشوائي. اما انه يوجد ايه؟ لا. فحص عشوائي. والزام المصلحة باختار الممول بالتاريخ المحدد للايه؟. بقاش احنا جايان لك. بقى لك في الفرع الفلان لو عنده كذا فرع. وحدده المكان والوقت. تمام؟. قبل عشر ايام على الاقل. يبقى لازم مصلحة الدرائب تخطره وتبلغه. جايان لك يا معل. ماشي؟. وما فيش ومنع المصلحة من اعادة الفحص. يلا. العناصر. العناصر اللي انا مقصوب بها بني ادمين او اشخاص طبيعية واعتبالية. ماشي؟. بيزنس يعني. نشاط. ما لم تكتشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الايه؟. الفحص. مش كل ايش وقت نطلي بقى. مش كل ايش وقت نطلي. اللي لو كان يعني الراجل ده انا الصب وحرامي وصمعته سابقه وفي ادلة انصبه. وعليه احكام جنائية وبلاء وكتير. فممكن نبقى ننزله كذا مر. اما اقدم ايه؟. اكرار. ودى لهم فلوس بالزيادة. غلط. ودى لهم فلوس بالزيادة. ماشي؟ يعني مثلا مفروض صافي الدخل بتاعه او صافي الرحي بتاعه تمانين هو المئة عشرين. مع ان الصافي كم؟ تمانين. او حالة تانية. هو الصافي بتاعه تمانين الف. بس ما جيه بعت الوقت حموكشة السكرتير بعته باثنين وتمانين الف. فحموكشة المفروض يعمل مشوارين. تمانين للضرائب والفين هيشتريبهم بضاعة. قام حموكشة لها بل فيهم غلط. وهم راح للموظف الضرائب قال لهم. تمانين وتمانين الف من معلم باعتهم لهم لك. تمام كده؟ وهم تديره الاتنين وتمانين كلهم. يبقى ندفع مبلغ ايه؟ زائد. تمام كده؟ زيادة عن المستحق. زيادة عن يلا؟ مستحق. ايه رأيكم؟ نعمل ايه؟ ينفع استرد الزيادة دي؟ اه طبعا. المفروض تتوع المستحق بس. تمام؟ فيجوز استرداد المبلغ لو تم دفع مبلغ زيادة. تمام كده؟ بس بتقدم طلب. مش هيجي لك من داعات مكانك. مش بس عادة الدرائب تقول لي يعني ام ده دفع الفين جنيزية لما نرجعهم له. لا يا حبيبي. انت لازم تقدم ايه؟ طلب. اتنين. خلاص؟ لان هما مفترضين فيك حسن النية. هما مصدقينك. فالمفروض ما ياخدوش بالهم ان انت غلط. انت اللي خدت بالك غلط. قدم انت ايه؟ طلب. تمام كده؟ في خلال خمسة اربعين يوم لازم الفلوس ترجع لك. في كم؟ طب لو الدولة اتأخرت بيدفعوا غرامة تأخير. يعني بيرجعوا لك. في مثال بتاعنا الزيادة كالكام? الفين وخمسمية مثلا. يرجعوا لك الفين وخمسمية. رجعوا لك تلات تلاف. رجعوا لك اربعة تلاف. حسب مدة ايه؟ التأخير. يبقى لازم اقدم طلب واسترد المبلغ في الخلق كم يوم يوم يلا؟ خمسة اربعين يوم. طب لو اتأخروا علي في السداد المبلغ الزائد المستحق. ها؟ هاخد يلا ايه؟ غرامة تأخير او زيادة او مستحقات زائدة على المبلغ الاصلي. ماشي؟ حل. طيب انا بقى منسيت اقدم طلب. بعد ملوات حموكشة لحبل اللي انا بعدته دهو. تمانين الف يدرايب واتنين الفين يشتري بمبضاعة. حموكشة لحبل راح دفع الاثنين وتمانين في الدرايب. عدة سنة. اتنين. تلاتة. اربعة. وانا بقالف في الدفاتر اكتشفت من اربع سنين حموكشة له طل. دفع الفين جنيه زادة للدرايب. ينفع قدم طلب؟ ليه؟ لسه ما عداش الخمس سنين. طب عدى الخمس سنين. باي باي حموكشة. ارفد بقى حموكشة. قتل حموكشة. انت واتفضحات. مش تاخد فلوس. لانه حصل تقادم خمسي. تقادم الخمس درايح جاي. سواء لما اصطحت الدرايب حقوق. او للممول حقوق. لو عدى عليها كم سنة. سقطت يا معظم. ماشي؟ اخر حاجة. لجان فض المنازعات ولجان التظلم. لجان يا الله فض المنازعات والتظلم. انا خضعت للفحص. او في مشكلة ما بيني وما بين مستحة الدرايب. فبتظلم. المستحة الدرايب بقيت لي احنا جايين لك كمان بيدوني اختار قبلها بعشر ايه؟ 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 وهنشرف عن الفرع الفلاني والفلان الفلاني وجايين لك الاقرار بتاعك ده مضروب. طبعا ده جيه في العشوائي في الفحص العشوائي. نقوا هم بينقوا. انا جد في استدوني جولي. وانا شايف ان وراقي سليم. ومعي محاسبين وناس شطار جدا محاسب دريبي. شايف ان وراقي سليم وقوي. فمين هنا انا بتشاكل مع مين يا الله؟ مساء الدرايب. فبقدم تظلم لمين؟ فدي مشكلة. كما قال المتنبي وأنت الخصم والحكم. طبعا كده؟ الجملة اللي ندي بيقولها في الفيلم دي اصلا بيت شعر المتنبي. فالمشكلة ان انت تبقى الخصم والحكم يعبش تكيك ليك. ما فيش حيادية. انت هتحكم لنفسك غالبا. تمام؟ فقال لك زمان كان لجان التظلم بيرقصها موظف بدرجة مدير عام من مصلحة الدرايب. فانا اقول للمصلحة الدرايب انت غلطانة. حكومة على نفسك بقى انت غلطانة. انت غلطانة انت وحشة. تمام؟ مش يحصل. فتعدل الكلام ده وبقى اللي يرقص. يالله علم لي علشان مهمة جدا. في اخر سطر قاضي او احد الاشخاص الاعتبارية العام. تمام؟ بقى اللي بيرقصوا الموضوع ده قاضي من مجلس الدولة يعني قاضي اداري او احد الاشخاص العامة من اجل رفع مستقل الحيادية والنزهة والجمال والحلاوة. تمام كده؟ ماشي؟ اشوفكم المرة الجاي. اشتركوا في القناة